السلام عليكم و الله يسعد أوقاتكم وبونتو النسخة مع الدعم طويل الأمد اللي بتصدر مرة كل سنتين بشهر نيسان أبريل صدرت مبارح النسخة 2204 منها استخدمت هاي التوزيعة لمدة يوم طبعا هي مدة غير كافية لأنه تكون مراجعة شاملة أو كون غطيت كل النواحي الجديدة بالوبونتو 2204 ولكن بعد يوم من التجربة حبيت أعطي آرائي بشو هي هالتوزيعة وهل هي مناسبة لأغلب الناس انها تستخدمها وهل في بعض النقاط اللي ممكن انه كان فريق كانونيكل الشركة اللي واقفة وراء وبونتو انها تعملها بشكل صح وخاصة انه الناس اللي بتستخدم نسخة ال LTS اللونج تيرم سابورت رح تعيش مع هاي التوزيعة لغاية سنة ال 2024 لحتى تحصل على إصدار جديد وخاصة انه انا وقت اللي بقول للناس انها تستخدم وبونتو فانا بفضل انك تستخدم نسخة ال LTS لانه هاي النسخة بتكون مدعومة لمدة خمس سنين على عكس النسخ اللي بتصدر كل ست شهور اللي بيكون دعمها لمدة تسع شهور فقط عملية التنصيب ما رح فوت فيها لانها ما اختلفت ابدا عن ال 20.04 عن ال 20.10 عن ال 21.04 و 21.10 كلها بتستخدم نفس عملية التنصيب اللي هي عبارة عن انك تدخل اسم المستخدم عن انك تحط كلمة السر انك تحدد المكان اللي بدك تنزل عليه التوزيعة وانت اذا ما رحت مع الخيارات المتقدمة اثناء البارتشننج فهي رح تنزل النظام على فايل سيستم EXT4 فما في اي شي اختلف عن الاصدارات التانية حتى الانستولر هو هو ما تغير مع انه يعني هن شغالين على انه يطوروا انستولر جديد بواجهة عصرية اكتر بس على ما يبدو انه قعدوا سنتين ولسه ما قدروا انهم يوصلوا للنتيجة النهائية يعني بتوقع انه بالاصدار الجاية اللي رح يكون بشهر عشرة ممكن انه نشوف الانستولر الجديد ولكن خلينا مع الديسكتوب بحالته الديفولت مثل ما بتجي بعد ما تنزل التوزيعة بالكامل فالاشياء اللي تغيرت من النسخة رح نحكي على نسخة العشرين صفر اربعة اللي هي LTS لل LTS اللي بعدها التغيير الاكبر كان على مستوى الديسكتوب انفيرومنت وبونتو بتستخدم من عدة اصدارات الجنوم بشكل افتراضي طبعا انا في عندي نكهات متعددة من جنوم كلها توسيعات رسمية من جنوم بتستخدم ديسكتوب مانيجر ديسكتوب انفيرومنت او الواجهة الرسومية المختلفة عن جنوم ولكن الفلاكشيب او اللي اغلب الناس رح تستخدمها هي نسخة الجنوم فبالاصدار عشرين صفر اربعة جنوم اوبونتو كانت عمالها تستخدم جنوم تلاتة ستة وتلاتين او تلاتة ثمانة وتلاتين على ما اعتقد وبالاصدار الجديد الاتنين وعشرين صفر اربعة انتقلوا مباشرة لجنوم تنين واربعين ولكن خلي ببالك انه اصدار جنوم اللي موجود باوبونتو صح هو اتنين واربعين ولكن هو عبارة عن خليط بين الاربعين واحد واربعين اتنين واربعين يعني اوبونتو او كانونيكل نطة اصدارين عن جنوم واستخدمت الاصدار الاخير اللي صدر من فترة كتير قصيرة ولكن باعتبار انه ما كان عندهم الوقت الكافي لانه يختبروا الجنوم اتنين واربعين فعملوا يعني مزيج بين الاصدارات فرح تشوف برامج لسه بتستخدم الجنوم واحد واربعين او هيكلية الجنوم واحد واربعين مثل على سبيل المثال حالة الطقس او الخرائط فهي بتستخدم الاصدار واحد واربعين ما بتستخدم الاصدار اتنين واربعين في حين انه الشيل بشكل عام او الديسكتوب انفايرومنت بشكل عام صح هي الجنوم اتنين واربعين فمسلا مثل ما بلاحظ انه صار في عندي هيكلية الجنوم اتنين واربعين والاشياء اللي باغلب المراجعات اللي نعملت مبارح عن التوزيعة باعتبارها توزيعة جديدة كل الناس بتحكي عنها اول ما بتنزل حكيت عن الداحية الجمالية او خلينا نقول عن المظهر لأوبونتو فانا مبارح ما عملت الفيديو لحتى بس اعطي نفسي فرصة او مساحة زمنية لحتى شوف يعني هل هي التوزيعة مناسبة انك تستخدمها او لا فانا ما رحت انا نزلتها اول شي بفيرتشوال ماشين وبعدين رحت نزلتها على اللابتوب بهدف محدد لانه من اكتر من اربع او خمس شهور وكل المواقع بتقول كانت عمالها تقول انه وبونتو تنين وعشرين صفر اربعة رحت تستخدم ويلان بشكل افتراضي بشكل ديفولت على الكمبيوترات اللي بتشتغل مع انفيديا فانا استغلت الفرصة انه اللابتوب اللي عندي بيستخد فيه عليه كرت شاشة انفيديا قلت خلص بنزلها لشوف هل هاد الكلام صح ولا لا وهون طلعت الصدمة الكبرى انه انا وقت اللي نزلت النسخة واثناء عملية التنزيل فعالت الخيار انه ينزلي درايفرات انفيديا والكوديكس من هالامور والمالتيميديا وقت اللي اقلعت النظام فاتفاجأت انه ما في عندي خيار اني اقلع باستخدام او اني استخدم واجهة ويلان ابدا يعني انا بعد ما اقلعت وشغلت الجهاز شفت انه صح هو اخذ درايفرات انفيديا بس اذا جيت للويندو ويند سيستم رح شوف انه استخدم الاكس اليفن او الاكس اورغ طيب وين هاد الكلام اللي الناس حكيت عنه انه في عندي دعم ويلاند وفي عندي رح يكون الافتراضي وإلى آخره من هاد الكلام عادت يعني دور وقيم وحط وساوي ما بارشو لحتى بالاخير استنتجت انه صح الويلاند موجود عندي واذا كنت عمالي استخدم انفيديا فالويلاند نازل بس لازم اني روح اعدل باعدادات الديس بلاي مانيجر اللي هو الجي دي ام لحتى وقت اللي بكون موجود بشاشة تسجيل الدخول في عندي المسنن او الترس اللي بيطلع بزاوية الشاشة من اليمين من تحت اللي بيخليك تنقل بين الاكس اورغ والويلاند هاد لازم انك تكون تعمل شوية تعديلات على ملف الجي دي ام لحتى تكون قادر انك تستخدم الويلاند ما لي متأكد اذا كان القصد من انه وبونتو رح تستخدم ويلاند بشكل افتراضي هو لاجهزة الدسكتوب ولا لاجهزة اللابتوب لانه اللابتوب باعتبار انه في عليه كرتين شاشة فما شاف الانفيديا ابدا شاف الانفيديا بس ما شاف الويلاند هاي واحدة من اول النقاط اللي ما عشبتني بالنظام خلينا نحكي شوي عن الامور الجمالية او المظهر بوبونتو 22.04 متل ما حكيت باعتبار انها عمالها تستخدم جنوم 42 فانا صار في عندي بشكل افتراضي صار في عندي وقت اللي بروح للسيتنجز في عندي قسم الابيرنس اللي هو موجود من الاصدار 22.04 كان في عندي الابيرنس موجود بس بالاصدار الاديم كان في عندي ثلاث خيارات لاني اختار الستايل للسيستيم كان في عندي انتني اختار اما الوضع الفاتح اللايت او اختار الوضع الداكن الدارك وكان في عندي وضع مزيج بين الاتنين بحيس انه بيستخدم شريط العنوان بيكون دارك بيكون باللون الغامق وباقي محتوى الشاشة بيصير باللون الفاتح هاد المود انشال بالنسخة 22.04 وضل عندي بس الخيارين الدارك واللايت طبعا الدارك يعني يعتبر افضل بكتير من الحالات لحتى يكون اريح للعين الشغلة اللي اوبونتو عملتها ومالها موجودة بجنوم النسخة الخام هي انها ضافت اكسنت كالر انه انا فيني اعدل من اللون الثانوي اللي بيكون طالع عندي فهو اللون الافتراضي اللي اوبونت وعمالها تستخدمه اللي هو اللون البرتقالي بس انا ممكن اختار اي واحد من الالوان الثانية فانا اذا اجيت مثلا وغيرته للون البنفسجي رح لاحظ انه اللون الثانوي بالقوائم صار هو اللون البنفسجي اذا لاحظت انه النقطة اللي موجودة بالبانيل اللي بتشير على البرامج المفتوحة كمان بيتغير لونها بالاعتماد على اللون اللي انا موجودة اختاره اذا شفنا بالمينيوز العلوية السلايدرات كمان بيتغير لونها لحتى تتوافق مع اللون الثانوي اذا شفنا بالكالندر او بالساعة كمان رح شوف انه اللون الثانوي مطبق على مستوى النظام مو بس هيك اذا جيد لمتصفح الملفات رح شوف انه حتى الايقونات كمان هي عمالها تمشي مع اللون الثانوي او الاكسينت كالر اللي انا مختاره فلو غيرنا للبرتقالي رح شوف انه الايقونات ماشي او اللون الثانوي ماشي بكافة النظام هاي واحدة من النقاط اللي يعني اوبونتو سبقت جماعة جنوم فيها جنوم بالاصدار 43 رح اضيف هاي الميزة حاليا هي بمرحلة الاختبار واحدة تانية من النقاط اللي موجودة باوبونتو ومالها موجودة بجنوم النسخة الخام هي انه بقسم الابيرانس انا في عندي اعدادات كثيرة في عندي اعدادات للدوك فمثلا انا اذا كان هاي الاعدادات بالاحوال العادية بجنوم انا مضطر اني نزل برنامج لجنوم تويكس لحتى اكون اهدر اني غير بهاي الامور فمثلا يعني اني غير البانيل مود غيره من انه يكون بانيل حتى يصير دوك هاد الكلام بنسخة جنوم الخام مالو موجود بجماعة اوبونتو حطوا هاي الميزة في واحدة من المميزات اللي انا بنزل لجنوم تويكس بشكل حصري بس لحتى استخدمها هي اظهار النسبة المئوية للبطارية فانا اذا اجيت للباور رح شوف انه في عندي امكانية اذا اجيت لاخر السيتينكس اللي موجودة بالباور رح شوف انه في عندي امكانية اني اصهر النسبة المئوية هاي بنسخة جنوم الخام مالها موجودة في عندي اوضاع الطاقة اللي هي البرفورمانس والبالنس والباور سيف كمان موجودة كمان اذا اجيت يعني بالسيتينكس رح شوف عندي كل مميزات اللي بنوم 40 وال41 وال42 موجودة في عندي اللي تغير عن النسخة القديمة عن العشرين صفر اثنين انه صارت عندي الورك سبيسيز او اسطح المكتب الوهمية صارت عندي بالشكل الافقي بدل ما كانت بالاصدار القديم الشكل العمودي بالنسبة للدوك كمان ممكن اني غير العرض ممكن اني غير وين بيكون موجود عندي على اليمين او على اليسار طبعا باعتبارها نسخة مع دعم طويل الامد فهي رح تكون حاليا موجودة على البرامج ما رح قد بآخر اصداراتها ولكن بالاصدارات المستقرة اللي جماعة كانونيكل جربوها وتأكدوا من انه هي البرامج رح تشتغل لمدة خمس سنين على سبيل المثال اذا جينا لنشوف شو هي نسخة الكيرنل اللي عمالها تستخدمها فمن الترمينال لو قلت له يونيم داش ار فرح شوف انها عمالها تستخدم الكيرنل خمسة خمسطاش اللي هي كيرنل التي اس بس من هون لسنتين انا رح ضل على النسخة خمسة خمسطاش الكيرنل تقريبا كل شهرين في عندي اصدار جديد من الكيرنل فانا من هون للالفين واربع وعشرين ما رح اوصل للنسخة خمسة عشرين او خمسة اتنين وعشرين ما بعرف قديش رح يكون رقم الكيرنل بالالفين واثنين وعشرين بس رح احصل على تحديسات الامان الخاصة بالنسخة بالكرنل خمسة خمسطاش هاي واحدة من النقاط اللي بدك تخليها بالك انه البرامج اللي بتجي عندك بيوم اللي بتنزل هاي التوزيعة هي نفس البرامج اللي رح تلاقيها بعد سنتين كل الاشياء الوحيدة اللي بتتحدث هي تحديسات الامان بالنسبة للناس اللي رح تستخدمها مثلا لحتى تشتغل بامور برمجة بامور تطوير برامج مثلا واحد من الاشياء اللي تغيرت من النسخة القديمة على سبيل المثال اللي هو نسخة البيثون بالنسخة القديمة العشرين صفر اربعة كان في عندي البيثون تلاتة ستة او تلاتة تمانية تلاتة ستة هلا هون صار في عندي البيثون تلاتة عشرة هاد واحد من الامور اللي تغيرت يعني صار في عندي برامج الجي سي سي صارت بالنسخة ايداعش الميسا صارت بالنسخة اتنين وعشرين هاي امور تقنية اغلب الناس يعني ما رح تنتبهلها ولكن رح تشوفها انت رح تشوف الاختلاف بالاداء وانتو عمالك تستخدم النظام هاي كانت اغلب الامور اللي يعني اللي كان لا بأس فيها اللي عاشبتني اللي وبونتو عملتها خليني احكي عن الامور اللي ما عاشبتني اول شي حكيت عن موضوع انفيديا و ويلاند يعني صراحة انا شديت شعر راسي مع انه ما عندي شعر ضربت راسي بالحيط لحتى شفت كيف ممكن اني استخدم ويلاند النقطة التانية اللي هي الفلات باك الفلات باك متل ما حكيت بالفيديو اللي عملته من مضية كام يوم انه في حالة وبونتو انا رح يكون في عندي الستور السوفت ور سنتر نازل كحزمة سناب فانت لازم انك وقت اللي رح تنزل البلوغين الخاصة بالستور رح يصير في عندك متجرين انا جيت ونزلت الفلات باك ونزلت البلوغين ورغم هاد الشي ما نزل عندي المستودع التاني او في حال كان المستودع التاني نازل يعني وقت اللي فتحت المستودع طلع هو مستودع وبونتو وليس مستودع جنوم وحتى وقت اللي اجيت للريبوس لحتى اضيف الفلات هب ما طلع عندي الفلات هب طلع عندي المستودع القديم يعني مثلا لو اجيت لا الاعدادات لا اعدادات جنوم فانا رح شوف انه في عندي تحديث للسناب لازم اني اعمله وبعدين دور على خيارات اني فعل مستودع الفلات هب ما لقيت الهامبورجر مينيو اللي هي الثلاث خطوط ما لها موجودة يعني اضطريت اني افتح المتصفح وبعدين روح لموقع الفلات هب ونشوف الطريقة اللي عملناها بالفيديو اني دور اول شي على البرنامج وبعدين نزل الملف لحتى قدير تضيف الفلات هب فكمان هذا الكلام بدك تخليه بالك انه الفلات باك يعني يا بدك تمشي بالطريقة انك اول شي تروح للمتصفح وبعدين لحتى تتفعل عندك لانك ما رح تلاقي الخيار موجود بالسوفتور سنتر او انك تستخدم الفلات باك عن طريق التيرمينال انك تقول له فلات باك سيرش وبعدين فلات باك انستول اغلب الناس ما بترتاح بالتعاون مع التيرمينال فهي واحدة من النقاط السلبية نجي لاخر نقطة اللي ما عجبتني بالتوسيع اللي هي البايب واير يعني متل ما حكيت البايب واير هو مستقبل الصوت على اللينوكس انا جيت لوبونتو دورت على البايب واير فلو قلت له ابت سيرش بايب واير رح نشوف انه البايب واير اللي هي نسخة البايناري موجودة ونازلة بشكل اوتوماتيكي عندي البايب واير بولس ممكن انك تنزله ما في اي مشاكل وفي عندي البايب واير ميديا سيشن كمان نازلة جيت نزلت البايب واير بولس وفعلت البايب واير ميديا سيشن السيربيس فعلت الميديا سيشن والبايب واير والبايب واير بولس ورغم هالشي ما طلع عندي صوت توقعت تكون المشكلة من اني استخدمت الويلند بدل ال اكس اورج بدلت من الويلند لل اكس اورج ونفس الكلام ما طلع عندي صوت رجعت حذفت تعريفات انفيديا واشتغلت على تعريفات مفتوحة المصدر ما طلع عندي صوت رجعت للتيرميل انتبهت انه بمستودع وبونتو نازل الواير بلمبر نزلت الواير بلمبر حذفت البايب واير ميديا سيشن وفعلت الواير بلمبر يشتغل الصوت بدون اي مشاكل بكافة التوزيعات التانية انت بتستخدم واحد من الاتنين لحتى يشتغل الواير البايب واير اما بي اوبونتو مع انه بي اوبونتو واحد وعشرين عشرة الواير بلمبر ما كان موجود وانت متل ما شفنا بفيديو الواير انه نحن شغلنا البايب واير على اوبونتو باستخدام الميديا سيشن بالنسخة ٢٢٠٤ بدك تستخدم الواير بلمبر لحتى يكون في عندك الواير بايب واير فهي الامور بدك تخليها ببالك اذا كنت انت حاطت ببالك انك اذا كنت موجود على النسخة ٢٠٠٤ وتحدث لنسخة ٢٢٠ على الاقل بنسخة ٢٢٠ ٢٠٢ ما كان موجود من اساسه ولكن انا من هون لبعد سنتين يعني البايب واير رح يكون صار هو الافتراضي بكل انظر بكل توزيعات لينوكس وجماعة وبونتو وجماعة ديبيان لسه عمال هون يجربوا انه بيشتغل ولا ما يشتغل فهي الامور بدك تخليها ببالك التوزيع بشكل عام لا بأس فيها الاضافات اللي عملوها واستخدام ٤٢٠ يعني هاي نقطة تحتسب لصالح وبونتو واضافة اللون الثانوي يعني مش يخطوة لقدام عن جنوم جنوم بالنسخة ٣٤ رح يضيفه ميزة الخط اللون الثانوي جيت كمان لحتى شوف انه هاي التوزيع الاصدار الجديد هل هو مناسب نزلت الاكستنشنز نزلت التويكس لحتى شوف انه بتشتغل متوافقة ما لها متوافقة فيعني ما كان فيه اي مشاكل الاكستنشنز اشتغلت التويكس اشتغلت فيعني اذا بدك انت بس تستخدمها للاستخدام يومي ما فيها اي مشاكل بس متل ما حكيت انه والبرنامج اللي بتنزله بنسخة معينة اليوم رح يضل على حاله من هون لسنتين للالفين واربع وعشرين النقطة الاخيرة اللي هي موضوع السناب والفايرفوكس يعني كمان هاي النقطة ما بعرف يعني انا بعد ما نزلت الفايرفوكس جيت نزلت الفايرفوكس كنسخة فلات باك وضلت نسخة السناب موجودة ما حزفتها بس كلمة اشي افتح الفايرفوكس بيفتح لي نسخة الفايرفوكس نسخة السناب نسخة الفلات باك ما شافها ابدا حاولت اني احزف السناب بشكل كامل ورجعت كل ما افتح الفايرفوكس بيرجع بيفعل السناب وبيفعل الفايرفوكس كنسخة سناب فبقبونتو من هذا الاصدار وما هو قادم ما رح يكون في عندك امكانية انك تستخدم فايرفوكس الا كنسخة سناب اذا انت كنت من الناس اللي ما بس تحب السناب فاروح واستخدم اي متصفح تاني لانه ما في عندي امكانية اني استخدم فايرفوكس هات كان مجرد لمحة مثل ما حكيت هي كان يوم واحد اللي استخدمت فيه التوسيعة بعد هات اليوم هل رح ضل عليها هل رح استخدمها بشكل يومي الجواب بكل بساطة لا لانه انا ما بحب اني كون متأخر بالبرامج اللي عندي انا بحب انه تكون البرامج محدثة لاخر اصداراتها فاوبونتو بالنسبة للناس اللي بتستخدم استخدام خفيف او بالنسبة للسيرفرات فهي ممتازة جدا اما لو واحد بحب يكون في عنده برامج حديثة وبيحب انه يغير بنظامه بشكل مستمر فيعني التوسيعات الرولينج ريليس بتكون افضل بكتير اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا ضغط زر الاعجاب ومشاركة المحتوى مع اصدقائكم واصحابكم لحتى يوتيوب وخوارزميتها تنشر الفيديو لناس اكتر واكتر اعرائكم وتعليقاتكم اتركوا لي اياها بقسم التعليقات اكيد انا بقرأ كل واحد من التعليقات وحتى لو ما رديت عليه فانا التعليق صار عندي وعمالي ااخد ملاحظات لحتى شوف شو المحتوى اللي نغطي بفيديوهات جايه وكيف نحسن اداء القناة بالنسبة لغير المشتركين بالقناة اذا شايفين ان المحتوى والقناة تستحق الاشتراك فلا تنسوا ياريت الاشتراك بالقناة بلتقي فيكن بالفيديو الجايه وبامان الله